سلام عليكم ازايكم? عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير معكم سومة والنهار ده معينا فيديو جديد صباح الفل صباح النشاط صباح الجمال صباح كل حاجة حلوة على عينكم في الدنيا نهار ده معينا فيديو جديد ان شاء الله يكون حلو جدا وبدايته زي ما انتم شايفين لطيفة قوي والسماء جميلة وصفية فحبيت نبدأ من هنا الفيديو بس اول حاجة عايز اقولها لكم صلوا عن نبي يا جماعة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي اجمعين تعالوا كده نحضر الفطار الاول والفطار بتاعنا هيكون سهل ولزيز هنحضر كده حاجة كده سهلة وبسيطة لي انا وايصل ومحمد عشان باباهم في الشغل فان شاء الله الوصفة دي تعجبك وتنفذوها بكل سهولة لان هي على بعضها ما بتاخدش بالزبط دقيقتين نبدأ بسم الله ونجيب المجي بتاع الشربة وهننزل فيه بمعلقتين كبار مليانين من الدقيق وهننزل عليهم بمعلقة كبيرة برضو مليانة من السكر رشة كمان من الملح وكمان هننزل بمعلقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلة وكمان هننزل بربع معلقة صغيرة من البيكنج بودر هنقلب كل الكلام ده مع بعضه او المواد الجفة مع بعضها لغاية لما تختلط كويس جدا علشان عايزين البيكنج بودر يتوزع كويس قوي بعد كده هنبتدي ان احنا نجيب لبن يكون طبعا بدرجة حرارة الغرفة هننزل بربع معالق من اللبن وكمان هننزل بمعلقة كبيرة مليانة من الزيت وطبعا يكون زيت نباتي ونوعه كويس علشان خاطر ما يعمل لناش اي ريحة مش مستحبة في الوصفة بتاعتنا النهاردة وبعد كده هنقلب كل المكونات دي فقلبه بعضها كويس جدا علشان توصل للقوام ده فاهم حاجة ان احنا نوصل للقوام اللي انتو شايفينه ده لو احتاجنا معلقة او معلقتين تاني من اللبن نزودهم المهم اللي احنا نوصل للقوام المطلوب اللي انتو شايفينه بعد كده هبتدي ان انا اجيب قطعتين كده من الشوكولاتة لو حبين او لو موجودة عندكم مش موجودة خلاص الوصفة كده كملت لكن بصراحة انا كان عندي وبحبها جدا بالطريقة اللي انتو شايفينها دي مكعبين كده من الشوكولاتة كسرتوهم وابتديت ان انا حطيتهم كده في نص المج وممكن الاحسن برضو تنزلوهم او تضغطوهم تحت شوية هبتدي ان انا ادخلهم المايكروويف على دقيقة واحدة وطبعا الموضوع بقى واضح جدا اللي احنا بنعمل كيكة المج هنبتدي نطلع الكيكة بتاعت المج بتاعتنا انا كنت عاملة كزا قطعة او كزا مج زي ما انتو شايفين مشاء الله طلعين حلوين جدا ممكن لو دي زاد معاكش شوية ممكن تعملي الوقت على دقيقة او نص بس هما مدام معلقتين بس من الدقيقة فكفاية قوي دقيقة واحدة في المايكروويف وهنا كده ممكن تزيني بسكر بودرة او تسيبيها بالشكل بتاع الشوكولاتة الحلو اللي على اليمين ده او كمان تحط لها صوت شوكولاتة او كمان ممكن تزينيها باي قطع فاكهة موجودة عندكم ممكن كمان ما تزينيهاش باي حاجة وتكون اول ما تخرج من المايكروويف جاهزة للتقديم طعمها حلو جدا 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 بس عايز اقول لكم لما بتبقى جواه شوكولاتة بصوا بقى يا جماعة قد ايه بتبقى فظيعة ورهيبة جدا الشوكولاتة كده بتبقى سايحة من النص مع الكيك بتبقى في حتة تانية خالص جربوها هتعجبكم جدا وتعالوا تفضلوا معنا بالفة هنوشفة لكل اللي يدوء وبالفة هنوشفة لكل اللي كان منها طيب دلوقتي هنعمل ايه حولتوا لايك الاول يا جماعة حولوا لايك للفيديو علشان الفيديو يترفع وتعالوا اقولكم انا وصلني ايه النهاردة بصوا بقى الوردر ده انا كنت طلباه من صفحة جميلة جدا اسمها مؤمنة الصفحة دي لزيزة بشكل يا جماعة فيها لفت محجبات اللفت اللي هو الواسع بقى والحاجات اللي هي انا مش هرغي معاكو كتير انا هوريكو بس الوردر اللي انا طلبته هوريكو بس شكله كده في الكياس بس انا دلوقتي هقيسه ووريه لكو ايه شكل بتاعه عمل ازاي ومش قادرة اوصف لكو الخامة جميلة ازاي يعني مش يعني اهو زاي ما انتو شايفين اه طلبت كده بلوزة واسعة يعني اوفر سايز وكمان البنطلون الجيب اللي طالع جديدا اللي هو البنطلون اللي هو عامل زاي الجيبه واسع جدا 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 اه خامة البلوزة دي يا جماعة حرير اه عمرها متحرر ابدا يعني انا لبستها كاني مش لبسها بالضبط يعني محررتنيش ولا زهقتني ولا اي حاجة كمان خامتها حلوة الوانها اللي عليها مبهجة كده وجميلة اه بصوا بقى من ورا التصميم بتاعها اه عامل ازاي ولا بيوصف اي حاجة ولا اه بيبين دفوهات ولا بيبين اي حاجة من الجسم وده اللي خلاني اه اشتري طاقمين اه هو نفس البلوزة هي هي بس البنطلون الجيبه دوت هو اللون مختلف عايز اواريكو قدقوا وسعوا من تحت وبصوا واسع فوق معقلك يجيب ما شاء الله حلو ومريح جدا 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 بصوا كمان تصميم البلوزة البلوزة فيها كشكشة كده من قدام اه غير طبعا اللي هي من ورا كده محتشمة وجميلة جدا كمان البلوزة الباط بتاعها بعرض الكتف كله يعني من اول الرقبة لغاية الدراع مفيش باط بقى يعني هي كلها هو زي ما انت شايفين مفتوحة كده على بعضها فمش قادر اقولكو بقى الرحرحة عاملة ازاي تحفا جدا يا جماعة زي ما انت شايفين شكل الطاقم على بعض وانتو اصلا لو شفتو من بعيد مش هتقوله ابدا انه طاقم هتقوله مثلا عباي خليجي ازدال شكله شيك وجديد وطبعا اللي هيركز وانتي ماشية هيلقيه بانطلون بس واسع جدا هنا انا كنت بقولكو رأيي ان الخامة عجبتني جدا جدا البانطلون خامته كتان اللي انه بصوا ما شاء الله مريح يا جماعة جدا انا طلبت كده اللون اللي هو الزيدي وطلبت كمان اللون اللي هو اللبني اول ازرق درجة من درجات الازرق هنا بوريكو في الحركة هو بيبقى سالس ازاي تحفا هنا كده كنت بقولكو اللي هو عجبني جدا عجبني لانه مريح في اللبس زي ما قلتلكو والموضة الايام دي الاحتشام جدا يا جماعة البلوزات كلها اللي نزلة واسعة وطويلة البناطيل اللي نزلة كلها اوفر سايز ووسعة جدا ودي حاجة عايز اقولكو عجباني اوي 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 عايز اقولكو كمان ان الصفحة بتاعت مؤمنة انا هسيب لكو اللينك بتاعها والطاقم سعره طحفة هسيب لكو اللينك بتاعها بتاع الفيسبوك تحت عندي في التعليق المثبت وكمان في اول تعليق على الفيسبوك في الفيسبوك هناك فبجد دخولوا الصفحة دي وتجولوا فيها شوية هتلاقوا شوية لبس تحفة 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 لكل الناس اللي بتحب اللبس المحتشم يعني مش هيخرجوا من الصفحة دي اصلا هيعودوا كده ايه داتوا فيها اه المهمة تعالوا بقى نكمل الفيديو وهنا كده انا رحت فين دخلت كده على قط النوم علشان هنبدأ من هنا طبعا كل البنات اللي كانت بتسألني على الروتينات العميقة فين يا سومة وفين الفيديوهات القديمة اللي كنتي بتعمليها كده بتبقى فيها شغل كتير عايز اقول لكو والله يغزب عني انا مجغولة جدا مع عائصة المحمد الايام دي علشان عندهم تدريبات وعندهم حضانة وعندهم مراجعات وعندهم حاجات عشان زي ما قلتلكم ايسل خلاص المفروض هتقدم او خلاص قريدي قدمنا اولى ابتدائي عقبال اولادكو جميعا كده لما تشوفوهم امامير كده وفي المدارس ومحمد قدمنا له كيجي فكان لازم بقى اهتم بيهم شوية عشان خاطر التقديمات وانتوا عارفين بقى الاختبارات بتاعت التقديمات خلاص كده يعني انا حبيت افهمكو انا كنت يعني مشغولة في ايه وليه ما كنتش موجودة كتير اه فارجو ممكن ان انتم تتفهموا ده اه وتتفهموا ان انا عندي اطفال برضو محتاجيني ومحتاجين وقت محترم علشان خاطر اكون جنبهم فيه لانهما لست زغانطاتين كتاكيد كده فمحتاجين دلوقتي مني وقت اكبر هنا انا هعمل ايه هنعمل بقى تنظيفات عميقة دخلت كده قلت باسم الله وعلى طول كده على الستاير نزلتها لو تفتكروا معايا العيد اللي فات ده انا ما غسلتش الستاير لان العيد جي علينا وانا كنت لسه نقلة جديد في البيت هنا وانا اصلا كنت غسلة كل الحاجات الستاير بتاعتي في الشقة القديمة قبل ما ننقل فكنت جايبا الحاجة نظيفة وما فيش معداش وقت قليل جدا اقل من شهر تقريبا والعيد جي علينا فعشان كده ما غسلتش الحاجة لان هي اصلا كانت كلها نظيفة سواء بقى سجاد او سواء ستاير او اي حاجة كان كله نظيف محطوط نظيف فالعيد ده بقى محتاجة الحاجة تتغسل بقى وتتنظف لان الحاجة مفروشة بقى لها دلوقتي ما شاء الله كذا شهر فعايزين بقى نعمل تنظيفة عميقة فبدأنا كده بالستاير نزلتها من مكانها وقمت شايلة الملاية بتاحت السرير والكوفر كمان علشان يتغسله كويس قوي وهنا كده نفضت كمان السرير ونفضت الخشب ونفضت الشباك وضبطت الدنيا كلها وجبت هنا اللحاف اللي احنا كنا نشرينه مع بعض الفيديو اللي فات علشان خلاص اخزنه طبعا نشف ورحته امر جدا من الكمفورت اللي هو ممكن تستخدمه معطر او دوني او كومفورت اي حاجة المهم ان الحاجة اللي هتحطوها المعطر دي هتبقى سايبة في ريحة حلوة لو ما عملتيش الخطوة دي وخلاص غسلتي والحاجة بتاعتك نشفت حطوا جوه اللحاف صابونة او صابونة قطعوها كزا قطعة ووزعوها كده جوه اللحاف هنا وهنا وهنا لما هتيجي تفتحيه الموسم اللي بعدها الشتا في الشتا ان شاء الله تلاقي ريحته جميلة برضو وكأنك بالضبط كنت معطره هنا كده جبت الكيسة بتاعته وطبعا الكيسة كانت جواها الخدديات زي ما هي والكيس بتاع المخدة لاني ما باستخدمهمش فحطيت كده معاهم اللحاف وهنا كده السستة كانت مدايقاني ومعاصلاجا معايا شوية بس زبطناها وقفلناها وهبتدي ان انا اشيل الكفر وهنا كمان انا كنت هنا كده دوت العلبة بتاعت الطقم القطيفة بتاع الاطفال برضو كنت غسلته ونشف بنفس الطريقة بس ده بغسله في الغسالة وبيتعطر بنفس طريقة اللحاف وكل حاجة وبعد ما نشف طبعا وبقى زي الفل جبت كده الكارتونة ومشيت عليها كده بقماشة لما اعتها وقمت حط فيها المفرش وبرضو هشيله في القوضة التانية علشان خاطر النهاردة زي ما قلتلكم عندنا شغل كتير جدا في القوضة دي هنخزن الشتوي اللي ما تخزنش لغاية دلوقتي طبعا الناس كتير جدا بقت حملت اسألني يا سوما خزنتي الشتوي ولا لسه يا سوما مستنينك عشان نخزن الشتوي يا سوما مستنينك عشان نخسل البطاطين اهو يا جماعة دينا بدأ انا ونقول بسم الله بسم الله مع بعض ونتوكل كده على الله ونتشجع ببعض ونقوم آآ نشوف ايه اللي ورانا وهنا كده جبت آآ لو تفتكروا آآ الاكياس دي انا كنت مشترياها من ايكيا اللي هي اكياس التغزين كانت تقريبا آآ في العروض بخمسة سبعين جنيه او حاجة كده الكيس الكيس حلو جدا بياخد كمية ما شاء الله ما شاء الله حلوة قوي قوي آآ لم الشتوي بتاع جوزي كاملا آآ بالآ بصوا بقى بالجواكت آآ بالبلطهات اللي هي تقيلة بالآآ بالوفرات بالكل حاجة كل حاجة شتوي بتاعت جوزي جات جوه الشنطة دي اللي هي شنطة التخزين بتاعت ايكيا المعروفة جدا فماشاء الله حلوة جدا كمان اللي لقيت بتاعتها محملة وجميلة فلما جيت شلت الحاجة بعد ما خزنتها جوه لقيتها ماشاء الله حلوة وبتشيل يعني من غير ما تتقطع ولا اي حاجة آآ فمتينة هنا كده زي ما انت شايفين عمالة كده بجيب اللبس بتاع جوزي وطبعا هو كان متشل نضيف في الدولاب آآ مغسول ونضيف وموجود في الدولاب زي ما هو قمت شايله كده زي ما انت شايفين مش محتاج اي مجهود يا دوبك التطبيق وعلى طول يترصف اماكن اا الاماكن بتاعته جوه الشنطة علشان خاطر نخزنه بقى ونفضي الدولاب شوية وننظفه ونروأ عليه قبل العيد وعايزة اطلب منكو طلب اللي لستة محتش لايك للفيديو لغاية دلوقتي يطلعوا بسرعة يحط لايك علشان بجد انتم اصطرين معايا جدا جدا في اللايكات الايام دي وانا مش اقولكم ان انا زعلانة منكو بس اقولكم ان انتم ما تنسوش تحطوا لايك علشان خاطر تفرحوني بصوا بقى انا مش زعلانة بس عايزةكم تفرحوني حطوا لايك وما تنسوش لان اللايك ده الهداية بتاعتك هدية منك لايك في خلال الفيديو انا بسطتك في الفيديو بتاعي وشجعتك وخليتك تقومي تشوف اللي وراكي فعايزة منك برضو ان انتي تبسطيني وتشجعيني وتحطي لايك علشان الفيديو يكبر ومشاهداته تعلى ويوصل لناس كتير جدا جدا خلاص يا جماعة خلاص يا جماعة خلصت هنا كده اللبس بتاع جوزي الحمد لله وعايز اقول لكو ان الفيديو ده متصرح كتير جدا جدا يعني الحاجة ما بتاخدش ثواني زي ما انتم شايفين لأ بتاخد وقت كبير خلصت كده الحاجة بتاعت جوزي وقمت جايبة الكوفيرتيات ديت كوفيرتيات كده بتاعت الشتاء فطبعا برضو مغسولة وما كنتش لسه خزنتها كل الحاجات اللي هتتشال النهاردة يا جماعة كلها نظيفة ومغسولة وبس ما كانش عندي الوقت اللي انا احطها في الشنط بتاعتها شفتوا بقى والذي شغللي الوقت بتاعي لغاية فين لانا ما عنديش وقت احط الحاجة جوه الشنط فاخزنها بقى وابقى خلصت منها بستوا هنا كنت تايها اتتها بتاعت كل سنة كل سنة اجي اقعد احط الطقم دوت او الكوفيرتي او الحاجة دي اقعد افكها وربطها وافكها واطبقها من اول وجديد علشان خاطر لها تطبيقة معينة لان الكيس بتاعها كنز كده شوية فمش اي تطبيقة تدخله جوه وانا بحب احتفظ بصراحة بالحاجة بتاعتي في الاكياز بتاعتها لو تلاحظوا ان بقى لي كام سنة دلوقتي متجوزة سبع سنين يا جماعة سبع سنين حرفيا الورق بتاع الحاجة لسه موجود يعني الورق بتاع الكوفيرتا اللي عليه شكل الكوفيرتا موجود جوه الكيس الكيس ماتقطعش الكيس محتفظة به نظيف سليم جميل زي ما هو وجواء الورقة بتاعت الشكل الاساسي بتاع الكوفيرتا اللي هي اصلا لونها اختلف اصلا بقى لها سبع سنين بتستهلك فتخيلوا بقى الحاجة بحافظ عليها قد ايه لازم يا جماعة نحافظ علي حاجتنا لان لما ربنا بيدينا نعمة لازم احنا نقابل ده هو ربنا اكرمنا وانعم علينا بنعمة ايا كانت النعمة دي كبيرة ولا صغيرة هي كلها نعم ومن غير يعني ما ربنا يشاء ما كانش هتبقى موجودة فربنا شاء والحاجة النعمة دي كبيرة او صغيرة اصبحت موجودة لازم نحافظ عليها كويس جدا عشان ربنا يرزقنا فيها البركة والزيادة يعني لما نحمد ربنا ونشكره على نعمه ونهتم بيها وما نهملهاش فيكافئنا ان هو يزد لنا النعم ويزودنا بيها تمام يا جماعة طيب هنا كده عملت ايه زي ما انت شايفين خلاص قفلت بقى الضرفة دي انا كده شلت من الجزء اليمين كل الحاجات اللي المفروض تتخزن جينا بقى للجزء الشمال وما قدراكم ما الجزء بقى الناحية دي في كل اللبس بتاعي برضو الشتوي سواء بقى خروج او بيت فزي ما انت شايفين ابتديت برضو جيت الكيس بتاع ايكيا اللي هو كيس التخزين وابتديت ان انا اخزم فيه عايز اقول لكم اكياس التخزين دي سواء بقى بتاعت ايكيا سواء بتاعت اي نوع انتو تحبوه مش بقول لكم او برشتكم الايكيا بس لا فيه انواع تانية موجودة في السوق حلوة جدا بس انا استغليت وقت العروض بتاعت ايكيا لان كان سعرها زي الاسعار بتاعت برا بس بفرق ان الخامة بتاعت ايكيا انضف شوية عشان كده انا جبت في الوقت ده من ايكيا غير كده لو كنت لقيت الاسعار بتاعت برا انسب كنت هجيب من برا لو هي نفس الخامة او خامة مؤربة كنت هجيب من برا الارخص اخدوا بالكم من النقطة دي انا دايما بستنى العروض عشان اجيب نفس الحاجة بنفس الكواليتي اللي في دماغي بس بسعر كويس ما لقيتش السعر ده بركن الحاجة دي على جنبه خالص ومش عايزاكي لكن بجيب البديل اللي بنفس الكواليتي وهيقضي معي الغرض خلاص يا رب بكل معلومات اللي انا بقولها لكم واصلها لكم علشان خاطر البنات اللي لسه متجوزة جديد وللدخل على حياة دوجية تكون بتسمع الكلام ده وتستفيد به علشان بجد الكلام ده هيفيدكو جدا لان دوت خبرة بقى سبع سنين جواز يا جماعة خلاص بقى يعني ايه اتفاهت بقى بتاعت اول سنة واول سنتين خلصت ودخلنا في الجد بقى بتاعت الحاجات اللي انت تجي بيها تبقي مستهلكاها والحاجات اللي توفريها والحاجات اللي انت تبعدي عنها لان هي فاشخركت دابة وفلوسة عالية على الفاضي تمام كده تمام كده هنا خلصت اول شنطة والله ما لا حسد الشنطة تمالت ولسه الهدوم موجودة في الدولاب طيب هبتدي اعمل ايه جبت الشنطة اللي بعدها لان انا كنت جايبة كذا شنطة لو تفتكروا فبجد بجد نفعوني النهاردة اثناء التخزين لان زي ما انتو شايفين كمية اخدوا كمية حاجات كبيرة وكتيرة مين بقى فيكو اخد بالو ان انا مكملة معاكم الفيديو بطاقم من القطقم الجديدة زي ما انتو شايفين انا كملت الفيديو معاكم بالطاقم اللي هو لونه ازرق عجبني جدا 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 وقررت ان انا اكمل بالفيديو لان زي ما انتو شايفين مريح جدا يعني انا عايزاكم تتخيلوني كده وانا وقفة كده من بعيد مين هيعرف ان ده طاقم اصلا انا شايفاه عن نفسي من بعيد كده في الكاميرا يعني انا بشوف الفيديو زي ما انتو بتشوفوه دلوقتي اوه انا شايفاه ازدال بس شكله مختلف وجديد او عبايا خليجي بالاكمام الخليجي اللي هنتو عارفينها دي بصوا كده من بعيد مش باين خالص طيب هو مريح في الحركة مريح في الحركة اكتر من العبيات ومن الازدالات جدا 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 لانه هو مهما كان هو بنطلون اي نعم واسع جدا بس هو هيكون مريح في الحركة جدا اكتر من العبيات والحاجات اللي انا قلتلكو عليها دي فاللي خد باله بقى يحط لايك دلوقتي اللي خد باله اللي انا مكمل الفيديو بنفس الطقم يحط لايك مصه بقى هنا بدأت اعمل ايه كنت حطى دورة غسل في الغسالة قبل ما ابدأ في القوضة وعبال ما خزنت شوية الحاجات الشتوي اللي هي مش شوية الحاجات الشتوي اللي هي اصلا كانت مالية دولاب حرفيا الدولاب فضي يعني عبال لما خزنتهم في الشنط والحاجات دي كانت دورة الغسل اللي انا كنت حطاها خلصت وهي كانت دورة كده ايه غوانق كحليات بقى واسودات وحاجات كده فاخدتها كده وجيت هنا على الحبل هنا كده الجو طبعا لسه مش مش شمسة اوي فمفيش دبان اللي هو الرخم بقى اللي بييجي مع الشمس ده فعلشان كده قررت ان انا هنشر هنا على الحبال اللي بره يعني في الشباك الكبير ما نشرتش على المنشر جوه علشان مفيش في الوقت ده دبان لكن لو فيه دبان بقى متربس بقى وانتو عارفين الجو الرخم بتاع الدبان ده كنت نشرت على المنشر وخلاص يعني هبتدي بقى ان انا انشر كده الحاجة بتاعتي علشان خاطر لسه عندنا يوم طويل هنكمله مع بعض بالنسبة للتخزينات انا يعني ايه هوقف لغاية اللي انتو شفتو ده لان انا عندي شغل كتير تحت لسه هيخلص فانا باخد يومي جزء جزء ما باجيش على نفسي ولا باجي على صحتي بزيادة بخلص الحاجات الضرورية ويه بشوف هنا يعني برمي شوية وقت هنا في الترتيب وفي لم الشتوي برمي شوية وقت في المطبخ والمواعين والطبيخ والكلام ده كله برمي شوية وقت مع ولادي مزاكرة ومش عارف ابصر ايه وبرمي شوية وقت اخر اليوم لنفسي ده لو اصلا لحيت قبل ما نيم فاللي هو عود شوية بس ايه امانتج اشرب حاجة دافية كده وانا بامانتج لكم الفيديو كده يعني نزلت بقى على المطبخ تحت وطبعا الكلام ده كان بعد وقت كبير جدا اللي انتو شايفينه دلوقتي ده انا نزلت على تحت عملت ايه اورت البتنجان اورت الكوسة حضرت الخلطة بتاعت المحشي زبطت الخلطة بتاعت المحشي وغسلت بقى الخضرة وكل حاجة وزبطت الدنيا وقلت اجيلكو بقى ايه على الجاهز يعني ليه لان احنا لسه عاملين محشي مع بعض الاسبوع اللي فات فمش كل شوية هعود اصدع دماغكو بنفس الوصفة بنفس التفاصيل وانا ما بغيرش الوصفة بتاعتي اصلا فحضرت كل حاجة وزي ما انتو شايفين ابتديت ان انا ارص كده المحشي انا بقى من الناس اللي ما بتوقفش المحشي كده لأنا بنيمه علشان خاطر لما بينام كده في الحلة ما بيجي يستوي المحشي الكوسة والبتنجان بتلاقي البوزة بتاعته دي اللي هي الحلق بتاعته من فوق كده شوية الرز اللي بيقو في البداية دول لما بيكون المحشي نايم كده بالطريقة دي بيكونوا زي العسل لكن لما بيكون المحشي موقفة صوبع بتاعته كده لا لا ما بتبقاش حلوة ابدا ما بحبش الطريقة دي فكل شيخ وليه طريقة انا بحب اعمل المحشي بتاع الكوسة والبتنجان بالطريقة دي وطبعا كانت اتفضلت اخر حاجة كده من الرز بتاع الخلطة قمت حطاهم فيه ارنيف الفل واحد بس وابتديت ان انا اسئي بالشربة لان انا عملت فراخ كمان يعني سلقت فراخ واسناء ما انا بسوي جوزي دخل علي المطبخ وقال لي لا مش عايزين الفراخ متحمرة ولا اي حاجة عايزين تقديميها مسلوقة فهسيبها مسلوقة اما بقى بالنسبة للناس كان فيديو اللي فاتوا سألوني كتير جدا ياسوما بتعملي الصلطة الحلوة دي ازاي ياسوما بتعملي الصلطة الحلوة دي ازاي تعالوا بقى هقولكو بعمل الصلطة الحلوة دي ازاي صلطة بلدي عادية جدا بس فيها شوية كده تفاصيل هتنقلها المرحلة تانية جبت هنا كده طماطم وبتديت ان انا قطعها طبعا الكمية اللي انتوا عايزينها انا جبت هنا يعني حوالي اه اه تلت طماطميات كفاية جدا وجبت خيارتين تلت طماطميات وجبت خيارتين خيار بلدي طماطم بلدي كل حاجة بلدي فبتدي طعم رهيب بقى في الاخر هبتدي ان انا قطع الخيار بالشكل انتوا شايفينه ده بقطعه شرايح كده رفيعه وبعد كده بقطعه مكعبات زغنانة كده وبجيب قرنين من الفلفل ادي قرن وكمان هقطع قرن تاني بس تقريبا ده ما اتصورش مش عارف اتصور ولا لا هنشوف دلوقتي هقطع كده قرن الفلفل الرومي طبعا لو اهو قرن الفلفل كمان لو يا جماعة بتحبوا السلطة زبايسي ودي اصلا عشق يعني فقطعه فلفل حامي هنا بقى جبت ايه جبت كده شوية بسيطة كده من البقدونس وشوية بسيطة برضو زيهم من الشبت شبت وبقدونس بس شبت وبقدونس بس وجبت كمان جزرايا وهبتدي ان انا ابشورها الجزرايا بقى ممكن تقطعها مربعات بس هي بتبقى احلى واطعم بشر يعني ما بتبقى مبشورة بشرتها ونزلت بيها على باقي المكونات خلاص تمام كده تمام كده كده الصلطة بتاعتي جاهزت نيجي بقى للتوابل معايا شوية فلفل اصمر وشوية بابريكا وشوية كمان من الكمون وكمان شوية من الشطة طبعا انا بشاكات ترقاوي علشان ولادي بس لازم لازم تستل اللي هو المشاطشة ده وهنا كمان نزلت بلمونة عصير لمونة بالشكل ده وطبعا اخر حاجة هنحطها وقت التقديم هي اللمون والملح انتي لو مش هتقدمي دلوقتي حالا هتحطيهم وقت التقديم على طول لمون وملحه جبت موية سقعة سقعة من الكل من وانزلت بيها على الصلطة بتاعتي وعليها شوية كده من الخل يعني ضرب الضبط معلقة كبيرة وهبتدي ان انا اقلب وهزود بقى المية شوية علشان خاطر تبقى معايا شوية كده من المية بتاعة الصلطة بتبقى رهيبة بصوا بقى لونها بصوا شكلها وطعمتها وجمالها هنا بقى انا غرفت الصلطة وجيت هنا عشان اشوف المحشي استوى لا بصوا بقى الجمال انا يا دوبك دست عليه كده بالمعلقة لقيته استوى جدا بقى زي الزبدة قمت رفعها منع النار وابتديت برضو ان انا رصيته في الاطباق ادي يا جماعة الاكلة بتاعتنا النهاردة انا النهاردة صورتلكم الحاجات اللي انتو طلبتوها اللي هي مثلا الصلطة لكن سلق الفراخ وخلطة المحشي والحاجات دي انا صورتها معاكم قبل كده الفراخ زي ما قلتلكم مسلوقة وقادي اكلتنا وعشوتنا النهاردة وطبعا المواعين دخلت على غسطلة الاطباق وشطبت المطبخ في السريع وبكده فيديو النهاردة انتهى لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلوكم مني كل جديد وكمان اشتركوا في الصفحة على الفيسبوك وعملوا لايك للفيديو عشان ينتشر واخر حاجة ولهلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته